لا أسرة في مستشفيات المدينة ولا يوجد نظام صحي قادر على تلبية الحد الأدنى من وجع صنعاء التي تستيقظ كل صباح على فاجعة الكوليرا وهي المدينة التي عاشت المأساة بحذافيرها منذ الانقلاب والاجتياح مأساة جديدة تنهش كيان الإنسان اليمني وهو الكيان الذي لا ينقصه وجع اللحظة ونوائب الدهر وعثرات الحياة التي لازمتهم من مؤسسات الدولة إلى فصول الدراسة إلى سرير المرض انتشار وباء الكوليرا تجاوز الحالات المحدودة وحالات الاشتباه ليصبح ظاهرة شاملة يملأ جوانب المستشفيات والمرافق الصحية في مجتمع يعاني من غياب بنية تحتية صحية واسعة وتطبيب على قدر جيد من الإمكانات والقدرات سرعة انتشار المرض في عموم اليمن من صنعاء إلى الحديدة إلى إب وأبيان والظالع والجوف صفارة انذار يرتفع صوتها كلما ارتفعت عدد الحالات التي يتم تدوينها في سجلات المشافي والمراكز الصحية منظمة الصحة العالمية هي الأخرى لا تتوقف عن إعلان حالات وفاة جراء مرض الكوليرا والإسهالات المائية الحادة في مناطق يمنية مختلفة إضافة إلى وجود الآلاف من حالات الاشتباه قدرت المنظمة العالمية في بيان لها أيضا أن نحو سبعة ملايين وستمائة ألف شخص في اليمن معرضون لخطر العدوى بوباء الكوليرا وهو رقم مفزع إذا ما تمت مقارنته بالنظام الصحي غير القادر على الحد من هذه الكارثة ورغم النداءات المتكررة وإعلان المنظمات العاملة في اليمن أنها ستعمل على سبل الحد من المرض ومعالجته إلا أن المرض ينتشر يوما بعد آخر وبات الموت يطرق أبواب اليمنيين ونوافذهم ويتسلل مع الهواء والماء